اهلا بكم الى موجز اخبار الان اعلن وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية انور جرغاش ان الضغوط التي تمارس على الدوحة بدأت تجني ثمارها وقال جرغاش في تصريحات لوكالة رويترز ان الحل المراد مع الدوحة يجب ان يكون محليا بمراقبة دولية مشيرا الى ضرورة التأكد من ان قطر لم تعد راعية للافكار الارهابية قتل مسلحان من تنظيم داعش في هجوم شنته القوات العراقية بعد منتصف الليلة الماضية على مسلحي التنظيم الذين يحتلون قرية الامام غربي شمال قضاء تكريت وفق ما اعلن مصدر امني في محافظة صلاح الدين العراقية مضيفا ان رجل شرطة قتل في الهجوم واصيب اخر بجروح قتل او القت الكتيبة الامنية التابعة للجيش السوري الحر في مدينة جارابلوس في ريف حلب الشرقية القبضة على قياديين اثنين من تنظيم داعش كان قد دخل المدينة قادمين من محافظة الرقة وتعاني المناطق المحررة في ريف حلب من مشاكل امنية تتمثل بشكل خاص في نجاح تنظيم داعش بالوصول اليها وتنفيذ تفجيرات قتل ثلاثة مسلحين من جماعة طالبان الافغانية في اشتباكات مع مسلحي تنظيم داعش في حي كوشتيبة في اقليم جوزجان شمال غربي البلاد وفق ما ذكر مسؤول افغاني وذكرت وكالة انباء باجوكا الافغانية ان معركة بالاسلحة النارية نشبت بين الجانبين الارهابيين بعدما قتل مسلحون من داعش او قتلوا متمردا من جماعة طالبان الجمعة اعلن رئيس الوزراء الاسترالي مالكوم تونبول ان الجيش الاسترالي سيمنح صلاحيات اوسع للتدخل خلال هجمات ارهابية وقال تونبول انه من ضمن التغييرات التي ستطبق لم يعد على الشرطة الانتظار لاستهلاك كافة قدراتها قبل طلب تدخل الجيش خلال هجوم ارهابي فيما سيتم تدعيم قوات حفظ الامن بقوات خاصة من اجل تنسيق افضل قتلت تسعة اشخاص على الاقل واصيب عشرة بجروح خطيرة امس عندما انفجر خزان للغاز في مجمع نفطي في جنوب شرقي نيجيريا وفق ما اعلنت الشرطة مشيرة الى ان اسباب الانفجار لم تعرف بعد وتكثر حوادث الانفجار المرتبطة بالنفط في نيجيريا اكبر منتج للنفط في القارة الافريقية حذرت دراسة حديثة من استخدام الاجهزة الذكية والحواسيب المحمولة قبل النوم مباشرة وكشفت الدراسة ان استخدام اي من الاجهزة اللوحية ايباد والحواسيب المحمولة والهواتف الذكية في السرير لا يجعل النوم اكثر صعوبة وحسب وانما يؤثر على اليقظة والتعب في اليوم التالي ايضا الى اللقاء